لسه كنت بقول لحضراتكم وحنا نتكلم على الجواز الخاصة بالأفضل داخل القرى الإفريقية أفضل نادي أفضل لاعب أفضل حارس وأفضل منتخب ويمكن قبل الفصل كنت بقول لحضراتكم حسب المعلومات اللي عندي أن مصطفى شبير في جائزة أفضل حارس من ضمن أعلى 6 سبع حراس على مستوى الأرقام المتعلقة بجائزة أفضل حارس مرمى على مستوى قرى إفريقيا مفيش دقيب بالضبط والاتحاد الإفريقي أعلن دلوقتي أن مصطفى شبير داخل ضمن أفضل خمسة بينفسه على جائزة أفضل حارس مرمى داخل القرى الإفريقية عشان عندنا يكون حارس مرمى النادي الآلي بينفس على جائزتين أفضل لاعب داخل إفريقيا على مستوى الأندية وأفضل حارس مرمى أرقام مصطفى شبير زي ما قلت حراركم كانت من ضمن أعلى 6 حراس على مستوى القرى الإفريقية وبينفس مين أندريء ونانا حارس الكاميرون فوفانا حارس الكودفور إستالي حارس نيجيريا رون وليامز حارس منتخب جنوب إفريقيا دائما بتتكلم على حارس مرمى النادي الآلي بينفس أربع حراس مرمى كانوا موجودين في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة في الكودفور حارس نيجيريا حارس الكودفور الفاينل اللي كان بين الاتنين نيجيريا والكودفور بتتكلم كمان على حارس جنوب إفريقيا اللي كان يعني صاحب سلسلة كبيرة جدا من تصديات لضربات الجزاء الترجحية خلال منافسات كأس الأومة وبتتكلم كمان على حارس منتخب الكاميرون فحنا بنتكلم على منافسة صعبة جدا ولكن الأرقام اللي كانت عندنا وحنا بنتكلم عليها لما بنقارن أفضل لعب داخل القارة مع أفضل حارس المرة دي مصطفى شوبيلو يمكن درقة ما تحققاش منذ سنوات طويلة جدا يكون عندك لعب أو حارس مرمى تحديدا بينافس على جايزتين في جوائز زابست اللي إن شاء الله بإذن الله الاتحاد الإفريقيا عيسلمها في حفل كبير جدا في مراقش منتصف الشهر المقبل برضو بأكد تاني أن أرقام مصطفى شوبيل في الجوائز دي قريبة جدا من اتنين من حراس المرمى حارس ماموليدي سانداونز وحارس جنوب إفريقيا وليامز وبنتكلم كمان على حارس منتخب كودفوار فوفانا الأرقام قريبة جدا في التصويت النهائي أتوقع بإذن الله أنا مصطفى شوبيل هيتخطى فكرة الخمسة ممكن يبقى من ضمن أفضل ثلاثة ونشوفه بإذن الله في حفل مراقش وفي نفس الأمر بالنسبة لجايزة أفضل نادي بإذن الله إن شاء الله هيكون هو وحسين الشحات في الصدارة ضمن أفضل خمسة على مستوى القرى الإفريقية دايما هنا أي خبر إفريقي الحمد لله ما بنتكلمش عليه إلا ما بيكون عندنا ثقة ومصادر مؤكدة وبعد وقت قليل جدا سواء احنا في الحالة أو في حالات أخرى بتتأكد لحضراتكم كافة المعلومات اللي احنا بنقولها بشأن كافة الأخبار والتفاصيل والكواليس من داخل مقر الاتحاد الإفريقي